بلان اي هو الاصل. هو اللي يتركز عليه. هو اللي تمشي عليه. اصلا بلان بي ينبثق من بلان اي. بلان اي يعني ايش? يعني الخطة اللي انت حاطها. طب انا ما عندي خطة. طب اوكي الكلام مش لك. هكذا الناس اللي عندهم خطة. انت ما عندك خطة. خلاص اوكي الكلام مش لك. ده ما نتعقق شيء. الاشياء لا تحصل بالصدفة. اوكي. اذا كنت تؤمن بهذه النظرية ستعيش مع الجموع. اوكي. اليوم كنت ندردش مع واعمل اصدقاء كده نقول. العالم معتمد يعني غالب الناس معتمدين على التأثير من الخارج. القدر هو اللي يأثر فيني. يعني الله هو اللي يأثر فيني. هذا اذا كان بعد يعني سامي في في فكرته. وإلا الحكومة اللي يتأثر فيني. والظروف اللي يتعاكم فيني. وتربية اللي يتعاكم فيها. مستمر. انا كنت ساميه بسابق اسقاطات وهي كذلك يعني. ففي ناس دائما يعتقدون بأن التغيير هو اللي يأتي من الخارج. يعني. طب هو الله قاعد يأثر فينا ولا لا. الله وضع لك سيستم في الحياة. وضع قوانين في الحياة. طب القدر هو يأثر فينا. لا. القدر يتفاعل. يعني يتفاعل معك. هو سيستم الله وضعه يتفاعل معك. الله ييدخل ويأثر فيك. يعني. طب يقول طب القرآن يشير إلى هذه الأشياء. أنه فيه ابتلاع وفيه. أوكي ما ما. هي هذه طبيعة الحياة. طبيعة الحياة. أنه يكون فيها هذا. هذا السيستم. هذا النظام. لكن أنت بالنهاية اللي تقرر. يعني. اللي يأثر فيك وغير فيك هو أنت. إذا ما أدركت هذه الحقيقة. تحون في دائرة مفرغة. في ناس ضيعوا حياتهم. في جاليات ضيعة حياتها. في مجتمعات ضيعة حياتها. في أمم. ضاعت. بسبب هذه الفكرة. أنهما دائما ينتظرون التغيير من الخارج. ربما يجينا من شمس. ولا يجينا من القمر. ولا يجينا من الثور. ولا يجينا من يعني. يعني. الشيء نعبده. ولا شيء. فضاعت عليهم الحياة بسبب أنه ينتظرون التغيير من الداخل. من الخارج. أنا لما رحت زرت مزار العلامة الرومي. حسيت في معاني عميق. ويعني وقفت وما عدي صار صابني تعثير. يعني. ولت نفس الشيء لما زرت بيت سيدة مريم العذراء وكذا. حسيت بنفس الشعور كذا. بس أنا بصراحة ما حسيت بالبركة في المكان. هذا أتفه شيء ممكن أشعره. أتفه شيء بمعنى الكلمة. أني أروح أحس لما أني أزور مزار. أنه هو حيبارك لي الآن ويحقق لي شيء في حياتي. هذا أتفه معنى. ممكن الشخص يحصل عليه. لكن لأ حسيت بارتباط. واو. واو. شنو هالسيدة العظيمة. يعني. والله لنكلمكم متأثر يعني. يعني. شنو هالسيدة العظيمة. اللي ولدها كذا. وشافتها كيف. ما. شنو هالإنسان العظيم هذا. اللي ترك كل شيء وجيقونية وقعد. شنو هال. فارتبط بهذه المشاعر. بهذا الوعي. أوكي. في هذا التصرف. في هذا. مش ببركة. مش مش مشعور تفه. يعني. واحد يحقر المشاعر. يعني. المعنى. لما توصل إلى هذه المرحلة. يروح. والله ساعي لي خمسة آلاف متر. ولا خمسة آلاف كيلو. عشان نوصل إلى المكان. والله أدعو فيه. يعني. يعني. الله بمكة. ولا بالمدينة. ولا بقم. ولا بكربلة. ولا عند السيدة مريم. ولا بالناصرة. أنت تعتقد أن الله هناك موجود؟ يعني. فتتفاهى في المعنى يسأل. تحكير وتسقير للمعنى العظيم. اللي هو أنت تروح هناك. واو. تستشعر مثلا. أنا في مكة استشعرت. واو. وقفت عند قبر النبي مثلا. حسيت واو. شنو هال. أنا شفت صورة هناك. شفت صورة هنا. لما أول ما دخل مدينة والترحيب فيه. شفت صورته وهو جاي محبط من مكة. شفت صورته وهو داخل مكة. يا شفت. ارتبط بهذا الوعي. بهذا التصرف. بهذا. واحد راح قاعد تمسح. يبي يبارك بحياة عشان ما الله يبي تزوج ولا ما عرفش ايش ولا يبي يجيب لولد ولا من. تسفيه للمعنى. تحقير للمعنى أصلا. شنو الفرق بينك وبين بوذي وهندوسي ومسيحي ويهودي ومسلم وكذا كلهم. شنو الفرق بينك بينهم اللي هما قاعدين يتمسحون بأشياء ما. ما فرقته. هاي كل الأديان وتصرفات بعض الناس فيها تسفيه للمعنى العظيم. اللي جاء فيه الأنبياء وجاء فيه العظماء. طيب احنا ليش طلعنا على المعنى? خلنا نرجع لمعنانا مرة اللي هو كان شنو؟ كان تابع المخطط اللي. الاصل في بلان اي. هو يعني هو الاصل. وبلان بي هو انه انا لو تغيرت الوسائل فما في مشكلة عندي. عندي ارتياح. لكن الاصل الاصل والمخطط اللي انا وضعت الرؤية اللي انا وضعتها. معنى عظيم هنا في قضية انه هو كل حاجة في الاستعداد. هذي قاعدة اسمها كل حاجة في الاستعداد. يعني اذا كان الشخص مستعد. بس الامور ستتجلى له. يعني حين انا قاعدة اسجل مشروع اه او برنامج اي فوكس بروجيكت. وجاي عند فصل الاستعداد. انه كيف انت لما تسوي مشروع? لازم نكون عندك استعداد نفسي وتهيئة ومكان وكذا. حتى لو كان على فكرة نفرض نفرض ان انا الان ببدأ مشروع اونلاين. طب مشروع اونلاين شي سوي جماعة? ما حافتح كفترينة ولا بحط لي محل ولا ما. اوكي هو مشروع اونلاين. لا. ما عندك استعداد ايه. انسى المشروع هذيك. طب شنو طب شسوي شنو اسوي لي مكان في البيت. وخصص هذا كمبيوتر معين وطاولة معينة ومكان معين وكذا. في شي كذا اسوي يعني. واحدة من الجمل الجميلة اللي قرأت في كتاب. انا طولت في الكتابة. العادة الكتاب ياخذ مني يومين. فالكتاب اللي عندي هذا اخذ مني ثلاثة ايام. خلصت طبعا بس خلصت ثلاثة ايام. بس لاني كنت جوية مشغول يعني. لان الكتاب انا اقرأ سيلكشن. يعني كثير من المعاني امر عليها كذا. خلص ما لدي افوت. فوت. 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 بس لما موصل معنا معينة. اوكي. اجلس عنده وابدأ. الاقصى. وكذا ممكن اخذ فيه وقت حتى اطول من القراءة. فوحدة من المعاني اللي يطرحها في في هذا الكتاب في قضية انه كيف اذا انت يعني تستعد صح. الموضع سان راحت مني الفكرة. فكرة حلوية جدا. اللي هو في يعني انا الاستعداد كنت اقول كي شي. في قضية تهيئة المكان. تهيئة المكتب. تهيئة نفسية. حتى بس احقق المثل اللي هو صح فعلا في الكتاب. كي يذكر ان الناس دول اللي هو الكتاب يعني هو مفهوم الاكيجاي الياباني. هو في دراسة الجماعة اللي في اكيناوة. جزيرة اكيناوة. ليش هم يعيشون اطول من كل الناس. بس مش بس هذي الميزة اللي هم يمتازون فيها. هم في الحقي عندهم ميزة ثانية اعظم من الاولى. ما كفايد ان واحد عيش تاتمائة سنة تعيس. طز في ثلاثمائة سنة. شفايدة كده. واحد يعيش اربعين سنة سعيدة حسن الله. وفي ناس كده. عاجة اربعين سنة فل. وفي ناس عاجة ومية سنة وما كانت فل. كانت تافها اصلا. له اهوة. مش للناس. ما يهم. في اكيناوة مش بس هم يعيشون عمر طويل. لانه يعني طبيعي انك تجد شخص مثلا عمره امية وعشر سنوات. مية وعشر سنة. لكن هم في الحقيقة يعيشون حياة طويلة. وسعيدة. يعني هم هذولا سعيدين. انت عدير باقي تسمع كلام الناس. يقول لا ترى الحمد لله المسلمين هم اسعد الناس. واللي مو مسلم. ترى هذول الغرب. ترى والله ما عندهم شي. ترى اصلا انت عساء والله ما يهم. كلام اه رجال دين خربوطي هذا. اسعد الناس مش المسلمين. المسلمين اليوم مش اسعد الناس. وفي تقرير هابينس ريبورت اللي هو طلعتها مؤسسة عالمية كذا. طلعت ان اتعس الاماكن الموجهة ساوث ايست ايشا. ساوث ايست ايشا هي بلاد المسلمين بس. يعني هاي ساوث ايست ايشا. جنوب شرق اسيا. باكستان على المالديف على الجزء من الهند على كذا وانت رايح ايران وبعدين الخليج والدول العربية وكذا هاي ساوث ايست ايشا. فدير بالك تتأثر طب يقول له واحد لا طب الله يقول ومن ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة. اوكي. هذا دليل عليك مش لك. دليل انهم صح. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة. من اللي عايش حياة ضنكة? احنا احنا المسلمين عايشين حياة ضنكة اكثر من غير المسلمين. لانهم ليش? لهم في الحقيقة هم هم ما يتبعون الاسلام. فالقرآن هو فاضحهم. القرآن موش قاعد يعيدهم وقاعد يفضحهم. يقولنا ذولا ما يعيشون. هم عايشين حياة ضنكة. لانهم اعرضوا عن ذكري. ذكري يعني ايش? يعني اعرض عن قوانيني. عن ذكري يعني عن طريقتي. عن منهجيتي. هم اعرضوا عنها. فذلك لهم معيشة ضنكة. والله لو قالوا ما قالوا. وقاعدين قرآن البخاري. والقرآن الكريم ستين سنة. لهم معيشة ضنكة. انا ما اعرضوا عن ذكري. ذكري مو قرآة قرآن. ذكري معرفة منها يجي قوانيني كذا. يقول لقد كذبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادية الصالحون. من اللي يرث الارض اليوم؟ ليكون انتم اللي وارثين الارض. يذكرون الآية هذه الآية ضدكم. مش معاكم. لازم تفهم العمق كذا. تفهم العمق في. عشان انت توصل لنا. انا ما بيسوي مثل هم. يعني انا مثلا. مثلا. خط منهج قلت. انا ما بيسوي مثل هالمسلمين هذول. ما بيسوي. ذول معيشتهم ضنكة. وذول ما يرثون الارض. يعني اي لا يحققون شيء في الحياة. لازم انتهج منهج مختلف عن اللي هم قاعدين تهجونه. هذا غلط. لازم اتبع الاسلام الصح. المنهج الصح. القانون الصح. اللي هو يجعل حياتك مش ضنكة. اللي يجعلك ترث الارض. ترث الارض. انت تملك ارض. تعالي فكرة اذا ما تملك ارض. انا ما دي شون انت مسلم. اذا انت ما دع تحقق اهداف. ما دي شون انت مسلم. او مؤمن. انها تطبقها على المسلم وعالمسيح وغيره. يعني. فذلك الفكرة سعات بعض الناس يعني اول غلط ويقنعونها رجال الدين. يعني يقعد يقولوا لا وكذا. فجمع في اكناوة عايشين حياة طويلة وحياة سعيدة. وجيك واحد يقول لك خالهم يا عامي عايشين عايش. بنا اياه هم في النار خالدين. اسمع. ياللي ملك الجنة والنار. يعني تقول اللي هو سبحانه. هو اللي يقرر من يدخل الجنة ومن يدخل نار. غريب. غريب التأله. يعني ان الشخص يصل الى هذه المرحلة يعني. القصد. ما ناقش موضوع دينيا يعني. فذول الجماعة في اكناوة يا هو. لانهم طول. اول شيء واحدة من قواعدهم الرئيسية. ابدا ابدا ما يتقاعدون. عندهم جريمة ان الانسان يتقاعد. ما يتقاعدون. يشتغلون طول عمره مية وثمانتاعش سنة. وقع يشتغل. ينزل في الميدان. طبعا اذا مريض. التعبان الخاصة اوكي امره لا. لكن طول ما هو بصحته. وذلك هم دائما محافظين على الصحة. لان ما يشتغلون. اوكي هذه قاعدة عندهم. قاعدة ثانية. عمرهم ما يعتمدون على مصدر واحد من العيش. ابدا. تقاعدة لو عنده وظيفة يبيع. عنده مزرعة صغيرة او حديقة صغيرة حتى لو مسويها داخل بيتها. يعني كده يروح يبيع فيها الزايد فسوء. يدخل المصدر. فمعطيه هذه الثقة. انه منتج انه مثمر. انه هو معطي. القصد ان الاستعداد بشكل عام. اذا كنت انت تستعد فانت توحي يعني او ترسل للقدر رسالة بانك انت استحق. انت ترسل للقدر كذا بانك انت مستعد تستقبل. فذلك الاستعداد هو ايمان. الاستعداد هو استحقاق. فانا يجب يعني معنى اني انا احط مخطط. واذا ما اشتغل المخطط. انا عندي مخطط ثاني له. معناه انه انا اشعر بالاستحقاق في الداخل واني انا مستعد. مستعد لتلقي هذه الرؤية وهذه الاحداث. كهذا موضوع الاستعداد كثير مهم. موضوع اخير. انه هو الحقيقة ان بلان بي لا يعني. احنا بقولك سر انا اسوي يعني. كذا انا اتجيني كتير بلان بي يتفاعل معي يعني. بلان بي لا تعني ان انت في حالة ان الهداف الوسائل هذه ما يعني اشتغلت. فانا بحط وسائل اردة شوي. يعني بس عشان احقق. لا. لا والف لا. يعني مثلا. انا مساء لما ذكرت الكويت الكويت مرة اخرى. احب البلاد الي. احب الاراضي الي. وشعبها. احب شعب الي. بس عشان ما يعني نخلط الامور كذا. بس انا لما حطيت بلان بي. في حال ما اشتغل بلان. يعني مثلا قعد اوعدهم. مثل اخ وزير الصحة. معاديني. اوكي راب تسع قضايا حتى الان في المحاكم. انا مم عادي. والله اني لا احمل اي كراهية لا له ولا لي اي اخر. لا هو ولا مناديب كلهم. ما احمل لهم كراهية بيتاتين. بس وحد دوب ودوبي. كل صغيرة وكبيرة دز هذا رئيس جمعية الطبية دز معرفش ايش كذا دول كلهم دز مناديبة يكتبون ومعرفش تعرف مناديب ياخدون تاثمية دينار. من وزارة الصحة كذا. مقابل انهم يعني يا الله روحوا شهروا في الناس اللي هما يسمين ليش مسمينهم معادين. فالقصد انه هو انا مو حط في الخيال هو او غيره يعني كذا. لكن يعني اه حطيت هدف انه اذا ما اشتغل الموضوع وبدأ يزعجني. خلاص انا ما بيقضيع. لان انا بنسبة لي كثير الجهد والطاقة والوقت مهم. يعني بصراح ما بيقضي في تفاحات. يعني مثل احين هو شي القضية في القضية. يعني لما يترفع على على الشخص قضية. ما يعني ما عندي مشكلة. الحمد لله وبفضل الله. عندي محامين مطوعين. والله ان عندي محامس الاخنا الاستاذ محمد السبتي كذا. والله يرفض ياخذ فلوس. وقلت له كم مرة انه كذا ما يسير يعني هذا حقك. والله يرفض. وعندي ستة او سبع اخوة محامين مطوعين. والله يقول له ترفع عليك مئة قضية احنا مطوعين. ما ناخذ منك ولا ما عندي مشكلة. وما روح محاكم اصلا يعني. محامين هم قائمين بالدور واكثر لهم الفضل والشكر. لكن تعال قضية له تصل عليك مباحث. نعم ممكن لو سمحت تشرفنك. روح طيب طول اليوم قاعد معهم من الصبح لين الظهر. من الصبح للظهر. انا يا جماعة ساعة عندي يقدرها المدير المالي عندي بتسعمائة دولار. يعني انت مقعدني اربع ساعات. طيب هذي يعني بالفلوس لو بتنحسب انت ثلاثة الاف دولار راحت. وانت مقعدني في هذا المكان. هذا رقم واحد. رقم اثنين. هذا الجهد ضايع. ما تشوف انا الساعات لهذا الجهد اضيعه اوين؟ اضيعه بتويتر ولا بكذا شيء. خانا افيد الناس كذا بدان ما اني قاعد كذا. انا في الغالة بسوها يأمنة وماشي بالشارع ولا كذا ولا قاعد انتظر شغله ولا شيء. وبعدين ادفع خمسمائة دينار عشان تطلع بالكفارة. طيب ما. وتحقيق اصلا تافه. اوكي تافه مثل الاسئلة اللي يسألونها. خلصنا بقى. تحولتها للنيابة. تعال النيابة استدعاء. من الصبح لي الظهر. طيب هذه هم ثلاثة الاف دولار ثانية بغضنا. ادفع بعد خمسمائة دينا خمسمائة دينار. يعني الف وستمائة سبعمائة دولار يعني. اللي هي حطها انت كفالة حتى ايش مثلا. بعدين تعال المحكمة. لا عاتيني. فبدأ استغلال. يعني استغلال السلطة للسلطة وللقضاء. يعني الان النيابة مسخرة. تستغل من قبل السلطة. انا لو كنت نائب العام. وكنت مسؤول في النيابة. مستحيل اقبل هالشي. اصلا اول شي استدعي الشاكي. عشان العوزهم وغربلهم. عشان مرة ثانية ما يستهينون. في كل قضية صغيرة حولها للنيابة. حولها للكذا. بس لانه في الحقيقة بدأ الموضوع يعني المواطن بعد يخسر في الوطن العربي كل يوم مستحقات جديدة. المواطن العربي يعني هو سوري. بس يستحق الضرب على راسه. يسكت. ما يتكلم. فهو هاي طبيعة الحياة. هما الاوروبيين كيف خذوا مستحقاتهم؟ ما اسكتوا. ليه اليوم ما يسكتون؟ مع ان انت ما تقارن اوروبي باي عربي. ما تقارن بصراعة بالحقوق مستحيل. يعني تلقى اللي ماسك سلطة في الوطن العربي ما يساوي مواطن عادي في اوروبا. من حقوقه وكذا. فما هذا ما يسكتون. ما يسكتون. حتى لو تقول فرنسا الان كذا عليها حرب شعواء. بس ما يسكتون. يتكلمون كذا يدفعون. يرون انهم يستحقون. غالب العرب ما يرى انه يستحق. يدافع عنه اللي ما بسألة هذي. يعني مثلا احنا افرض ان انا مثلا شخصيا ارى باللقاحات وارى باللقاحات. طب حذا حقك يعني بصراحة. يعني من حقك انك ترى هذا الشيء. ما حد يحجر عليك هذا الرأي. وان انت بتاخد لقاحات. الله يوفقك ان شاء الله ويعطيك خيرة ويكفيك من شره. عادي هذا حقك. مارس حقك. لا بفرضه عليك. لا تطس فيك بصراحة. يعني بدايت لا. بدايت تخل في مبدأ كبير. وحتى لو كان وباء وبيشمل كل البشرية. ما في شيء اعظم من الحرية. لاننا ممكن نستعبد جميعا من اولنا الى اخرنا بحجة وباء. او بحجة الدين. او بحجة النار. او بحجة الله ما يا بي. ممكن نستعبد كلنا. من اولنا لاخرنا. بهذه. ذلك الحرية تطلق موحد. تعطي الانسان حرية. لكن اقنعها. اقنعها. خلي الناس كلها تتلقح. بس مو قادر. لانه حاس ان الحجة تافهة. مو قادر يا. ما هذولة جماعة مدرجة ونظرية المؤامرة. ولا مرتبكين مش عارفين. يا همي شنو ذولة. شنو قوتهم في الدنيا. لا عندهم جيش. ولا عندهم اعلام. ولا عندهم بارونات تجارة. ولا عندهم تلفزيونات. ولا عندهم فضائيات. ما عندهم شي. دولة حسابات في تويتر وما عرفش يعيش ده. يعني ناس قليلين. يعني القوة. دولة رابكينك والله ان حجتك تافهة واتفه من التافهة. لو كان اللي حجتك واحد في المية. لانك استطعت توقف بيو. لكن دولة اللي مزعجينك. واو. ما شال حجة. ما قوية. ما شال العلم اللي ساندك. ويعني. هذا هذا الدلالة على التفاهة. يعني. لذاك الحرية ما تباع بثمن. ما ممكن. لانك لو بعت حريتك استعبت. ولو استعبت حتتطهد. وحتخسر صحتك. وحتخسر رزقك. وحتخسر تجارتك. وحتخسره. وهم وصلين الى مرحلة ذير. هم يعني خلاص حاسين ان كل شي افتلت منهم. فهم ما استرين الان. ما استرين كده في استخدام كل الوسال. على كل من. ارجع للفكرة بانه. بلان بي مش اسوأ واردة. لا. انا قلت لما الكويت مثلا. انا طلعت لي خيارات كثيرة. والله لولا هذا الضغط اللي صار على الدورات اللي وقفوها بالسعودية وبقطر وبالكويت. والله لولا هذا الضغط. انا ما فكرت فيه برا. والحمد لله. انا اتكلم معاك الان وانا في املاكي وحلالي. يعني وعندي الخيارات هذي وشركتين في 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 تركيا وشركة في في مصر وشركتين في بريطانيا وشركة في زيرلينكا واشتغل منتجاتي ماشي وشغلي ماشي. والحمد لله قاعد اتنقل بكل حرية بين البلدان. والامور متاحة ومفتوحة. ونصا امس قبل كم يومين في مطار اسطنبول. شنو هالزحمة? يعني انا داخل البزنس لا مش ملاقي ولا كرسي ولا كرسي فاضي. شنو هالعالم الجميل اللي انا قاعد اعيش فيه هذا العالم الموازي بينما واحد كاتب في تويتر كذاب. ما يستطيع احد يسافر بدون تطعيم. مسكين. وهذا كلامه صادق في عالمه. وفي عالمك انا احب اقولك ان عالمك زفت. شنو هالعالم اللي انت عايش فيه اللي مو قادر تسافر مو قادر تساومك. شنو هالعالم البايخ هالعالم الككة. شنو هالعالم. فانا شايف بعالمي غير. طلعت اليوم امشي يعني بين بدون مقارنة بين الاربعين خمسين شخص واحد لابس كمام. تعرف هم طلعوا قانون خلاص. اللي بيلبس يلبسوا اللي ما يلبس يلبسوا وحطوا للبيزنس كيفك خيارك. يعني انت تحط على المحل ما يدخل الا بكمام. انت كيفك? انت حر. فانا اليوم دخلت المول. المول فيه تقريبا يعني انا مرت على ستين محل مثلا. محل واحد بس اللي حاط. بليز وير يور ماسك. هذا رقم واحد. شفت لي الف شخص بدون بالغة ثلاثين يمكن عشرين اللي كان لابسين ماسكات. انا طلعت دمعت عيني قلت واو. شه العالم اللي انا انشأته. يعني انا موجود في عالم مواد واو. لانا حتى في تركيا يلبسواوا الكمامات. وفي تركيا مطلوب انك لا دخلت الى مول تلبس الكمام طبعا انا فصخة. بس لما تدخل عند البوابة تلبس كمام. مثل في مصر كذا لك ما حد لابس كمام. بس لما تدخل عند المول تلبس كمام. بس هنا ما في. انا تدخل المول تدخل معرفش ايش ما حد يسألك. عيب عيب. عيب عند الانجليزي تسألة. عيب عيب. عيب انك تقول اطلع لي برنامج وورني ميشي. انا تفضل انا بالسيستم انا اوكي. هنا الانجليزي يستحون نعيب. كل يوم انت كعربي تنهان. كل يوم. لازم تثبت انك انت ما عندك مرض. شال اهانة. تثبت انك انت مؤمن. تثبت انك انت بكرة تثبت انك انت تصلي. تثبت انك انت معرف شي كذا. تثبت انك انت على المنهج الفلاني والطائفة الفلانية. سكت في البداية دفعت الثمن اليوم. كل المناديب اللي كانوا يسبوني في السابق وتراجع او الان. لما ايه الموضوع عند عيالهم واطفالهم كذا تراجعوا. تذكر كلمتي لما كنت اقولها لك قبل سنتين. انت اقول لهم كذا وكانوا يشتمون يسبون وهذا صلاح وهذا ما للمؤامرات. اليوم هم يدفعون الثمن وصلوا عيالك. ومو بس عيالك. لأ. الموضوع هيوصل اجيالك. مو بس اجيالك. هيوصل جيناتك. لما تسكت بس وما هيوصل. ما هيوصل. وثق بالله انه ما هيوصل. ليش? لان انا وانت قاعد نبني عالم مختلف. مش عالم هم هم هم. هو في عالم هم والله هيستاء. هم رضوا فيه. لكن انت ما رضيت. اذا بلان بي شنو. فكرة الجانب. هو مش شيء اسوأ. شيء اجمل. انت لما تحط بلان اي. يعني مثلا انا بلان اي. بلان اي. انا عيش بالكويت. واسوي كذا مول للتنمية ومعرف شي اشكي. اوكي هذا بلان اي. هو جميل بصراحة. بس انا حين مو عايش بالكويت. اعايش بجو حلو مطر لاغبار. انا صار لي تقريبا سنة. ويمكن نص بكمل كده. ما شفت غبار ولا شفت حر ولا رطوبة ولا كه. ما اقدر اوصف لك. شنو هالجمال اللي موجود في الدنيا. ما يمنسأ اني ديك يوم قال لي انا باي تركيا لها اللي كاسا باي برنومني تركيا وكذا بنشوف بس نبي طبيعة. فيت لا تركيا كلا طبيعة. المعنى هذا ما لا معنى. الكلام هذا ما لا معنى. يعني بالكويت الطبيعة. انا رح تشتريت لي ايش هالي. على البحر. في مكان طبيعة في الكويت كذا في منطقة اسمها بالكويت. سمونا الخيران كذا. فاوكي خدت لي هناك لان هاي الطبيعة بالنسبة له. هاي الطبيعة. فما تسألني عن تركيا. شنو ما 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 افهم. شا قاعد تقول انت. شنو طبيعة يعني. كل مكان في طبيعة. حتى في اسطنبول مزدحمة كذا في طبيعة. في جبل في نار في بحر في ما. موجودة بكل مكان طبيعة. فبلان بي على فكرة لا يعني اسوأ ولا اردة. لا. يعني انك انت حتحسن في الوسائل. اوكي فاذا بلان بي هو متعة. بلان بي هو جمال. بلان بي هو افضل. يعني اعتقدنا هذا كذا سكر على موضوع بلان بي عشان بس ما حديش هككك فيه. حط لك بلان اي. وركز عليه. واذا ما اشتغل دائما نقول ما في مشكلة. عندي بلان بي. اذا انت قاعد تستمعي لها هذه الرسالة بالليل والله يجعلها لك ليلة هنية. عميقة في المنام. تهب لك التشافي. تصحى تلقى البشارات. واذا كنت انت تسمع هذه الرسالة بالنهار والله يجعلها لك نهار مليء بالانجازات وبالبركات. اشتركوا في القناة